قالوا عليها إنها بقت مجمرة مخدرات وأخدت على إتموت من جزهة بسبب خيانتها لي نانسي عجرم قالبت الدنيا في الساعات الأخيرة اسمها ارتبط بتلت وقائع مختلفة في نفس الوق يطرق حكاية المخدرات والجزهة عدى عليها بالضرب تعالوا نقول لكم الحكاية من المعروف في الوسط الفني إن ممكن إشاعة أو خبر يطلع على فنين لكن نانسي عجرم اسمها تصدر كل اللي ترنديت في الساعات الأخيرة بسبب تلت أخبار نشرتهم أحد المصادر الصحفية في لبنان الحكاية بدأت لما نشر المصدر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ستوري بلمح فيها إن مطربة عربية اتعرضت للضرب في بيروت على إيد جزهة وإن القوات الأمنية اتدخلت في الموضوع الكل كان محتور وعايز يعرف هي مين دي ومحدش كان فاهم إذا كانت هي ولا لا وبعدها بساعات قليلة انتشرت ستوري تانية إنها المطربة دي بتخون جزهة وإنها كمان مدمنة مخدرات هنا بقى كل الناس قيلت دي أكيد نانسي عجرم خاصة إنها كانت هي حديث السيعة في الوقت ده بعدما قالوا عليها إنها بتدعم الكيان إياه وإنها تصورت مع معجب من المعجبين في الوقت اللي بلدها لبنان بتعني منهم الكل كان بيهاجمها وبيقول إزاي تعمل كده ولإن ده حصل في نفس الوقت اللي انتشرت فيه الأخبار التانية قالوا إنها أكيد هي المقصودة لكن نانسي فضلت ملتزمة الصمت لحد ما الجمهور سألها إيه تعليقها على اللي بيتقيل وهل فعلا هي تعرضت للضربة على إيد جزها؟ وهنا نانسي خرجت وردت في ستوري على إنستجرام علشان تنهي الجدل وقالت أزلت عند وعدي بقى لا أعلق على تفاهات بعض الموترين والمحردين والذين يصطدون في الماء العكر الأهم بالنسبة إلي محبة الكسرين وهم بالملايين شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم وكملت كلامها وقالت لكم مني كل الاحترام والتقدير والإمثنين ولكل حقد وعد وعد بأن تبقى محبة الناس درعا تحميني من القرهية والشر والحقد أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتقلق وفي ناس تانية بقى كانت شايفة إن الرد عيم وما فيهوش أي تفاصيل إذا كانت بترد على الإشعيات اللي تقلت عليها ولا لا لكنهم دفعوا عنها وقالوا إذا كانت المصادر دي عندها دلائل كان زمان الدنيا كلها عارفة خاصة إن الكل عارف العلاقة القوية بالنانسي ووزها دلوقتي بقى جدوركوا تقولوا لنا شايفين فعلاً اللي بيتقيل ده المقصود بينانسي ولا لا وإيه رأيكم فردها بشكل عيم ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش الكومنت واللايك وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقعنا موقع صوت الملايين ترجمة نانسي قنقر